اشتركوا في القناة السلة دي اننا لما نصور الحديث الصحفي او التحقيق الصحفي او الموضوع بتاعي اصوره على مقاطع علشان بعد كده اعمل انتقالات بين المقاطع دي وكون لها شكل كده يعني شيق وجذاب كده لو هو مقاطع فبسهولة ممكن تحزف اي مقطع ازاي لو عاوز تحزف المقطع ده ده مقطع الاول ده ده نشوفه كده مع بعض ده اللي باللونة الاخضر ده مقطع اهوت شكل كده اهوت لحد الانتقال بتاعه اللي هو ده ايوا كده وبدأ يدخل فيه بسم الله والحمد لله والصلاة خلاص لو الفيديو بتاعي ده المقطع الاولاني ده عاوز احزفه ببساطة خلاص هتحدده كده تضغط عليه كريكاية واحدة بس كده او مش كريكاية هو بلمس ايدي كده لاني شغال طبعا من على الموبايل ماشي احدده كده وهو متحدد كده هتلاقي هنا في على الشمال كده في اللي هي سلة المحزوفات دي شايف انت سلة المحزوفات دي ماشي بتروح عليها وتضغط عليها لمسة واحدة خلاص كده تم حزف المقطع يبقى انا لو حددت المقطع ده كل هو كده اتحدد ده كله خد بالك وروحت على لسلة المحزوفات دي وضغطت عليها يحصل حزف ليه الفيديو كده تم حزف الفيديو طيب انا مش عاوز احزف الفيديو ده تم الحزف بالخطأ اعمل تراجع ازاي انضو في هنا انضو هي اهي اضغط عليها لمسة واحدة يتم التراجع عن اخر خطوة طبعا معنا ورجع الفيديو معي اهو طيب انا مش عاوز احزف الفيديو كله انا عاوز احزف من الفيديو بس يعني اول اه خمس ثواني مسلا اهو احدد لحد خمسة كده واجف هنا كده واروح على المقص اللي ظهر ده الكتر ده ماشي وابدأ ان انا اضغط عليه خد بالك هيظهر معي خيارات اول خيار معايا اللي هو قص الى يسار الاطار هيحزف الشيء الاولواني اللي عادوا دول في الناحية دي ويقص قص الى يمين الاطار التاني واحدة دي هيحزف الاخير كله ويسيب لي شوية خمس ثواني الاولين بس وفيه تقسيم وفيه حاجات تانية خيارات تانية هي تعالى نختار اول واحدة دي حزف اول خمس ثواني تمام تعالى نعمل اندو تراجع اللي هو السهم ده خلاص راجع تاني طيب انا عاوز في اه اخر خمس ثواني دول عاوز احزفهم ده مش اخر خمس ثواني ده انا عاوز اه المقطع ده احزفه اهو دليت والمقطع ده احزفه دليت وكمان اخر خمس ثواني اروح احدد كده اه هو دول كام اربعة اشر وتسعتاشر اربع دجاج وتسعتاشر خليها اربع دجاج بالزبط نحزف الشوية اللي فاضلين اتحرك كده حد يوصل معي هنا رقم اربعة اللي في النص ده العلامة دي تعال انا تشاور لك عليها كده ماشي دي العلامة دي اتحض اربعة بالزبط اهو هاحزف كل اللي بعد اربع دقايق يبقى هجف هنا كده وبعد ان يظهر المقص ده الكتر ده اضغط عليه واختار تاني اختيار معي اللي هو قص الى يمين الاطار كده هيحزف كل الباقي لحد النهاية تمام طيب انا مش عاوز احزف ده تعالي اعمل اندو هروح الى اول الفيديو وعاوز اسيب اول خمس ثواني اللي هم دول لحد هنا واحزف من خمسة لعشرة وانتابع عشان الفيديو ده مهم بخلص عاوز احزف من خمسة لعشرة اعمل ايه هروح عند الخمس ثواني كده هوت اللي انا واجف عندها ده اجف فيها كده واروح الى الكتر ده واضغط عليه اختار تالت اختيار تالت اختيار طب تالت اختيار هيحزف خمس دجاج خمس ثواني من بعد الخمسة لا طبعا هيعمل لتقسيم تعال نعمل كده عمل تقسيم وعمل انتقال انا عاوز اشيل الانتقال ده عشان اعمل التقسيم عادي اهو لا شي اخترت ان ما فيش انتقالات دول الاولين دول خمس ثواني خلاص كده تعال الفيديو اللي بعده ده بدايت اهو همشي كده لحد عشر ثواني كده مسلا وبعدين اضغط على المقص ده كمان مرة واختار تالت اختيار كده عامل لتقسيم هنا تعال نشيل بس اضغط على الانتقال ده واختار اول واحد فوق اللي هو لا شي ده هم خمسة وده هم خمسة دول اول خمس ثواني ودول الخمسة اللي بعدهم ماشي وده انا عاوز احزف الخمسة التانية يبقى احدد دول كده واروح على سالة المحزوفات اللي في الناحية دي كده واختار حزف يبقى انا كده عملت تقسيم للفيديو اكتر من جزئية وحزفت الجزئية اللي انا عاوز احزفها حزفت الكليب كده اللي انا حددته عملت له يعني تحديد من اوله وتحديد من اخر في صلطه عن الفيديو بتاعي وبعدين حزفته ده ببساطة حزف مقطع من الفيديو ها حزف مقطع من الفيديو سواء من اول الفيديو او من اخر الفيديو او من منتصف الفيديو او لو هو مقطع مستقل في الفيديو بتاعي تمتصور عبارة عن مقاطع فيعني كده عملت له حزف مباشرة من يعني مباشرة بوسيطك وتعلمنا كمان ان لو حزفتش بالخطأ ازاي تعمل تراجع فيه ده كله بالموبايل اللي في ايد حضرتك ده موبايل عادي خلص اندرويد عادي خلص مفوش اي مشكلة البرنامج اسمه طبعا بعد كده بتعمل اه تحويل الفيديو اللي هو من العلامة دي شرحناها مرة واتنين في سلسلة الحالية مش عاوز اكرر نفس المعلومات اكتر من مرة بعد الاصدقاء الكرام يعني بيحصلوا بعض الملل كده من تكرار المعلومات ولكن والله بنحاول تبسيط المعلومة قدر المستضاع عشان اه المبتدئين يزيح حالات كده يعني يحاولوا يستفادوا من المعلومة الحالية اشترك في القناة واضغط على زر جرس التنبيهات شارك الفيديوهات دعما لنا مهم خالص مشاركة الفيديوهات يعني مع دعما لنا اكتب لنا تعليقا طيبا محفزا مشجعا للاستمرار وانتظرنا دائما في كل ما هو مفيد وجديد شكرا لمشاهدتكم الطيبة وإلى لقاء قريب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة